اشتركوا في القناة وبارك افتتاح مكتب المنظمة في المملكة والذي يأتي تتويجا للعلاقات المتميزة وأوجه التنسيق والتعاون المشترك الذي يجمع بين البحرين ومنظمة الصحة العالمية على مدى عقود طويلة وأعرب جلالته عن تقديره وشكره لقيام منظمة الصحة العالمية بإعلان المنامى مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط وذلك لجودة خدمات الرعاية الأولية في المراكز الصحية بالإضافة للمبادرات الهادفة لتعزيز ونشر الوعي الصحي والبرامج الرائدة لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية كما أكد جلالته رعاه الله دعم مملكة البحرين لجهود منظمة الصحة العالمية الهادفة لمكافحة جائحة كورونا بالإضافة إلى مساندتها لجميع الجهود الدولية للتصدي للأمراض والأوبئة في جميع أنحاء العالم مشيرا جلالته حفظه الله ورعاه إلى أن المملكة قطعت شوطا كبيرا وحققت نجاحا متميزا في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19 واحتواء أثارها في ظل استمرار الحملة الوطنية للتطعيم والتوجيه بتوفيره لكل مواطن ومقيم على أرض البحرين بشكل مجاني مثمنا رعاه الله الجهود الكبيرة والمقدرة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجميع العاملين في الصفوف الأمامية من الكادر الصحي والتمريضي وكافة الجهات المساندة وكذلك تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع البحرينية من جانبه أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مؤكدا أن المنظمة تفتخر وتتشرف بافتتاح مكتبها المحلي الثاني والخمسين بعد المئة في مملكة البحرين مشيدا بتجربة البحرين الرائدة على مستوى العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية كما أشاد بقيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة وتطلع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة وتطوير علاقتها بمملكة البحرين من أجل تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم ولخدمة المستضعفين عفونا